هذا وحضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة العشاء التي أقامها فخامة رئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أمس على متن اليخت الرئاسي تكريما لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة الإسلامية وقد نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس التركي وتمنيات جلالته لتركيا الصديقة كل تقدم وازدهار ولأعمال القمة الإسلامية التوفيق والنجاح في الوصول إلى نتائج تعزز التضامن الإسلامي خاصة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها الأمة الإسلامية كما تبدل سموه خلال مأدبة العشاء مع عدد من رأساء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة الأحاديثة حول العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية